نزلنا يا أهل الخير من جزين ضايع جزين نزلنا على بسري شو بدي أخبركم عن جزين وجمالة يعني عن جد سبحان الله سبحان الله هالمنطقة الزيتون زيتون الصناوبر صناوبر رمان رمان شو بيخطر عبالكم أنواع شجرية رائعة هلأ شفت حريقة فوق أهرتني شوي أخدي أكلي منيح من حرش الصناوبر جنة بكلمة للكلمة من معنى جينا عند الشجرة المفضلة أنا بالنسبة لها اللي هي شجرة الزيتون هايدي شجرة الخير وشجرة صح ولا لا يا موريس أعرفكم على موريس راشد يلي نحن موجودين بأرضه اليوم أريد أن يعلمنا موريس ونعمل مرأة بجزين على قصة الزيتون نحن بعزها هلأ شكت الدنيا وحان وقت القطاف موريس أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم شرفته هلأ هايدي الشجرة شجرة بلدية هاي بلدية هاي دي السنة ممتازة حملان اسم الله كتير زيادة عن زوم السنة الموسم أوسن الماضي أخف معروف الزيتون السنة هايك سنة هايك الزيتون الجزيني شو ملا نقول عنه زيتون كتير طيب بيجي لونه خدير سميك طعمته كتير طيبة وبيهدي مكفول ثلاث سنين وأربع سنين ما بيغير طعمته عمشوف حصه حصه منه كتير كبير ومنه صغير الحملان السنة حملان كتير بده يزغر إجباري بده يزغر يعني هلا عن سنين لقبأ يعني عن مسان سنة الماضي بيجي الحملان شو خفيف بيحصه كبير بيجنة طب انتو لما تشوفوا الحص كل ما يكبر الحص كل ما أفضل للكون بشيل زيت أكتر ولا منه هايدي معادلة بلا إذا بيكبر وبيكون فيش حملان كتير بيزيد زيته بزيد زيت عم نحكي بجزين ببعض المناطق بلبنان أو بالعالم أو أطلحص بيكون كبير بس ما بنزل زيت صح يعني ما بنزل زيت قد الزيتون يلي بينزرع يلي معروف بلبنان كل كم كيلو زيتون ليعملوا تنكيه السنة هاي الحملان عمي وثلاثين مئ وعشرين عمي 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 فارجيكم شو الفرق بين البلدي والتلياني المصري قلت لي للمتان مصري للمية وتمانين متان ما بيعمل زيت بس بيطلع معنا بالله ومنستلشق ما منطعمه يعني ما نخليه طب لايزر عينون إذا ما بيعملوا قد ما بيعملوا بلدي بيعملوا كبيس آه طيب للكبيس يعني طيب من البلدي للكبيس بيطلع طيب الزيتون عم شوفون عم أطفون مريس بالإيد يعني حب حب أفضل منهين الشجرة وهيك في محلات بيدربوا الشجر شو لنصيحتك أنت بهذا المحل طيب كيف لازم يكون هلا هو تمشي أو بالمكنة أفضل يعني ما بتكسر الزيتوني مه تكسر يعني وتضعف كذا أوكي هلا في بالمفرد في بيتطر الواحد العالي بيش بقي بالمفرد كذا مش ع طول بس عظيم شو في شغلات معقول نخبرنا نحنا عن موسم الزيتون السني هلا افطرضنا أطفون عالمعصر قبل نضغري عالمعصر تضغري عالمعصر ابدأ أن منعصر كان يقول لي موريس يوصل عمر الزيتوني لـ 800 سنة سنقوم برمية سريعة لفرجكم الزيتون التلياني والزيتون المصري نحمل بعض الزيتون من عند موريس أو نرى إذا موريس يحط الزيتون هناك ونذهب إلى المعصرة فضل أستاذ موريس يا عيني على الذهب الأخضر سملا سملا موريس هلأ مشاهدينه هيده الزيتون المصري لونا أخضر تحسه عطي على أخضر أكثر ورقتها إيه ورقتها من البلدي أوكي موريس إذا منا نقول للمشاهدين الفرق تشوفوا هيده الزيتون البلدي العادي أوكي هيده الأسود المصري تعمل أبطل الأسود المصري طيب هيت لنروح الزيتوني يلا أحملي شوية الزيتون هون تشوف الزيتوني الزيتوني سنين بدل أخضر حسب ما يشرب سني بيسود بس زيته كتير طيب وسميك وزيته طيب طيب بس ما بيحاسب بس كتير أطيب زيت أطيب زيت هيدا هيدا موجود كتير منه بلبنان فيه كتير منه في لبنان هيدا الإيطالي عم نحكي الإيطالية زيته رائع يعني زيته كتير طيب بس كان عم بيقل لي موريس شجرة تليانية زيتة طيب كتير صح موريس هلأ المية وخمسين كيلو تقريباً بيعملوا تناكي إن البلدي بالدي بلدي يعني هلأ تلياني هلأ بيعمل على المية وخمسين البلدي لأنه حامل أكتر من التلياني بيعمل ع المئة وأ statementoue السؤال الآن السؤالforthausers تساويwide نحن نرى الزيتون الأسود و الزيتون الأخضر كل ما يكون الماء الأقل شتى تشك بالدنيا بكتير فيسود بيتبوغ وятно ويتحول الى طعمها خلف الى الطعم والأخضر نحن لاحظون الزيتون الأسود لاحظون الذين أحبون الزيتون الأخضر من الأشخاص الذين يحبون الزيتون الأخضر أ凡قدين سأخذ من الزيتون الأسود إذا عطشت بسود إذا بقت الميات منيح فيها وحسب الشتوات يعني هلأ من قبل تشرين آخر آيلول تأخر الشتي اللي يجي تقريباً بنص تشرين بلا الشتي الشتي ما بعده شتي خفيف يعني شي ما ألو عازي سؤال أخير موريس تنكت الزيت قدي متوقعة السنة تنبيع يعني عم تنبيع من المية للمية وثلاثين مية وعشرين مية وعشرين حسب كل سوق يعني هذا سوق لكن هون بجزين عم تنبيع بين المية ومية أو رح تنبيع بين المية ومية وثلاثين يعني هلأ بلش الزيت يطلع هون دعوة لكل مزرعين اسم الله الزيتون كتير والزيت رح يكون كتير يعني هيك صرخة أنه الناس في بيوت ما فيها تعيش بلا زيت زيتون ومعوذين نحن بزيت الزيتون أنه يكون أسعار مقبولة هلأ مكملين نحن على المعصرة نحكي أكتر عن هذا الموضوع هناك منشوف الخبرية موريس شكناً كتير لأكل التوفيق بسم الله إن شاء الله كل سنة يكون الخير مثل هالسنة من 1980 أبو رفيق بيوا لشربيل عمل معصرة معصرة كان موقعة تحت نقلوها عن جديد لهوني كانت معصرة على السيستام القديم هلأ هذه معصرة فينا نقول الأحدث صحيح طيب خلينا بلش شربيل هيك مشان نختصر الوقت الزيتون نحكي كم شغلك أنت عم تقلي هيك بالتحضير الزيتون الأفضل أنه وقت ينقطف ضغري على المعصرة صحيح أول شي نقطف شوي أعجر ما ينترك يستوي كتير عامه يأخذ نوعية كتير جيدة وقبل ما تضربه الدودة والسوسة وهيك لحبة الزيتون مش للشجرة وينعصر بزيت النهار ينفرط وينعصر بزيت النهار أتاخده أكسرا فرجل وأكيد بقى تكون معصرة مثل هذه الحجر ما بيعطيك هذه النتيجة بيعلي الأسل التال بالزيت كتير هذه المعصرة عملت لها كرمال الأسيد يكون بالزيت واطئ شغلي لفت لنظر علي شربل هلأ هو بيخبركن إياها أنه الزيتون كل ما كان قبل الشتك المقفضة هلأ شتت ولكن أجود أنواع الزيتون تفضل والزيغ المزارع بيترك زيتون ويشت على الدنيا بعدنا على العوايد الأديمة وياخد وقته لكانون حتى بيعطي زيت أكثر قبل ما تشتت دنيا ويكون بعضه عجر مثل كل الفواكب يكون بعضه مش بيكتمل والتأصر قبل ما يكتمل بيعطيك نوعية الزيت كتير جيدة بس بيخسر المزارع كمية زيت ما بيعطي زيت مثل بعدين بس يستوي وعيدة شي إذا بدي تصدر أو إذا حدا زوي لبناني بده يقني زيت طيب كتير ببيته بدي أخد هايدي الزيت التاني بيضل بزيت السعر بس الشجرة زيتون سيري يعطي أكثر زيت بس تنزل نوعيته عظيم هلأ فات الأواني شتت دنيا ما شتت كتير بس أنه شتت صحيح هلأ بلش ينضج زيتون ويستوي أكثر صحيح اللي عصر قبل يعني بيكون توفقوا زيت إذا عم تفتشوا على أنواع زيت الأفضل اللي قطفوا من قبل يعني أول تشرين خلينا نقول اللي قطفوا لنصف تشرين بيكون الزيتات ممتازين صحيح شاربل خلينا نسحب نتبلش من هيد المرحلة هيد المرحلة بنجيب الزيتون مثل ما هو بورقه بنحط بهيد المكانة هيد المكانة تسحب الورق من الزيتون وبينزل لهون هيد المكانة بتشيل الحص اليابس اللي بيبقى يابس على الشجرة هيدا بيعطي طعم تمرورة بالزيت ما لازم يكون يعني خلينا ايوه مثل هيدا هيدا الحص اليابس هيدا ما بيسوا يكون بالزيتون لازم يروح بنزل لهون على هيدا القفص هيدا القفص للقبونة بس بس حتنزين الزيتون قديش بيطلع عنا كمية كمان مشاهدينا ما شغلنا المكانة قلنا على الصوت عن رواة منشرح ونرجع من فرجيكم البروسيجر هلا بنحط الزيتون وما نعصر تفضل شارك منبلش باللايم من هون هيدا الحلزوني بيسحب الزيتون على المغسر بيسحب من هون أسانسور بس يعني بيسحب شور ريحة بالمعصرة تشتروا زيت أنا هلأ لما ينعصروا بدي حط كبايا ويكراعوا هيدا المغسر منجيب الزيتون منغسله بالمي ما ينضيفه أكيد منغسله بالمي ومنجيبه على هيدا المكانة اللي بتعامله عجينة بتضل ينطحن ليسير عجينة بعد منها المرحلة بنزل على هؤل عجانات هون بيقعد خمسين ديئة بالزبط أقلق أكتر شوية ليه بيقعد خمسين ديئة؟ كرمال اللي تحضروا هيدا ليفوت على المكان كل الوقت كونوا عم تشغل هيدا المكان كله كله كلهم عم تخلطوا خمسين ديئة اللي عم تلصير العجينة رخوة وتتفتت عن بعضها لا تفوت على مكانة الفصل اللي هي الديكنتر بيسموها برجع بروحوا على هيدا هاي اللي عم نحكي عنها الديكنتر بيجي لهم هاي المكانة بتفصل الزيت لحال والمي لحال والجفت الزيتون لحال في مناطق بيسموه جفت في مناطق بيسموه مهل مهل زيتون والعكر نحنا نسمي عكر في ناس بيسموه زيبار زيبار زيتون بينزل من هونيك بروح بالمجهور عملي لهم حطات تكريب هون الزيت بنزل مش صافي مية بالمية بنزل فيه شوهية مي منشينو من هون بالترمبات بروحوا على الفرازة هاي الفرازة هاي دي اخر مرحلة هاي اخر مرحلة لزيت بينزل هون هون بنزل زيت مية بالمية صافي والزيبار طبوله برهم طان تخلص خبراتنا على الميزان عبيل المزارة والزيتون وصحتين وصحتين شاربا شكرا كتير لقلك شكرا هيك قدمت لنا ياهون بشكل سريع ومهضوم ولزيز على سلامتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة